مدبولي يؤكد أن أي تجاوز في سعر بيع السلع سيقابل بحسن ويهيب بالمواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في الأسعار تتخطى الأسعار المعلنة المجلس الأوروبي يؤكد التزامه بالعمل لوقف إثق النار في غازة وجهود الوسطى تتوالى من أجل توصل اتفاق بين حماس وإسرائيل مع تواصل العدوان على غزة الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل الوكالات الأممية لأغاثة الفلسطينيين بقيمة تقترب من ثلاثة مليارات دولار السادسة مساء بتوقيت القاهراء الرابعة بتوقيت الجنة أشترون أخيرية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم كشف رئيس مجلس الوزراء عن أنه تم الإفراج حتى الآن عن سلع بأكثر من ثمانية مليارات دولار من المواني وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعية أوضح مدبولي أنه اعتبارا من الأول من إبريل الماضي تم إعادة تطبيق قرار مصادرة أي بضائع يتأخر مستفيدوها في إجراءات إخراجها خلال مدة شهر مؤكدا عدم وجود أي شكوى تتعلق بالإفراج عن السلع إحنا حتى هذه اللحظة منذ بدء الإجراءات الإصلاحية إحنا أفراجنا عن سلع بأكثر من ثمانية مليار دولار أنا بس بقولها لحضراتكم فالنهاردة اللي بقى موجود في المواني تقريبا نقدر نقول أن أغلب الحاجات اللي كانت متعطلة بسبب عدم توفر الدولار خرجت إنما يمكن زي ما كنت قلت في مؤتمر سابق أن في بعض التأخر والتلكق من بعض أصحاب الرسائل أن هم يخرجوها فإحنا كان الحقيقة في وقت الأزمة القانون عندنا قانون الموجود بيقول أن في خلال شهر طالما الدولة مش مسؤولة عن التأخير اللي حصل لو في خلال شهر المستفيد ما خرجش البضاع بتاعته بنبدأ إجراءات المصادرة والبيع لصالح الدولة هذا الموضوع كنا وقفناه وقت الأزمة الاقتصادية لأن طبعا كان كل المستوردين بيشتكوا أن الدولة مش قادرة تدبار للدولار فكانت الحاجة بتيجي وبتقعد بفترات أطول وإحنا الحقيقة بناء على إدراكنا لهذه الأزمة إحنا كنا عطلنا هذه المادة اعتبارا من واحد أربعة إحنا رجعنا هذا الموضوع عشان بس تبقى الأمور واضحة فأنا بتابع باجتماع آخر بنتابع في موضوع الإفراج من المواني أن النهاردة أي بضاعة طالما أن التأخر مش بسبب أي جهة حكومية أي بضاعة ستوصل مدتها أو تتجاوز الشهر يتم اتخاذ الإجراءات ضدها فورا بحيث أنها تصادر وبتتخذ بالإجراءات بقى أنها بتتبع لصالح الدولة بالمزادات بقيا كان الإجراءات اللي بتتخذ وده حيبدأ يتاخذ سيء عشان يبقى الأمور واضحة عشان ما نأخرش حاجة كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع بصفة عامة بالأسواق بنسبة 22% وأشار أن نسبة الانخفاض في السلع الأساسية وصلت إلى 27% وأهب رئيس مجلس الوزراء بالمواطنين الإبلاغ عن المنافذ التي تبيع السلع بأسعار أعلى من المتوسط وذلك من خلال جهاز حماية المستهلك أو مجلس الوزراء والوزرات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بنتابع بقى عندي النهاردة أسعار واضحة جدا لكل السلع أنا أتكلم هنا على السلع الأساسية طيب عندي وموجودة في السلاسل وبنتابع وعند التجار واتحاد الغرف بيبعث لنا كل أسبوع السعر بقى موجود قدي مركز المعلومات بينزل وبيحصر بقى معروف متوسطات أسعار السلع طيب أنا بقولها بمنتهى الأمانة طيب هل أنا حبق عندي القدرة أن أنا أنزل على مئة الألاف من المنافذ والمحلات علشان أشوفها في وقت واحد وأتأكد أن هم بيبيعوا كدولة وقدرات دولة مش حنقدر نعمل الكلام ده لوحدنا علشان كده أنا بهيب بالمواطن النهاردة الأسعار بقت واضحة وبقت معروفة طيب لقيت فيه مكان بيبيع بأسعار أعلى من كده بكتير حضراتكم بلغونا أنا بقول بلغونا في عندنا الأماكن اللي بيتم الإبلاغ فيها جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة هنا في مجلس الوزراء في كل الوزرات موجودين علشان ناخد ضدها الإجراء الفوري موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 التي تضم في عضويتها وتتكون من عدد من الوزراء الى جانب ايضا المسؤولين في الجهات المعنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على الاستمرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 70.6% شكرا جدد وزيروا في القناة جدد وزير الخارجية درورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الانسانية بشكل كامل وآمن ودون اي عوائق لابناء الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطع مجددا رفض مصر التام لأي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية نظرا لتداعيتها الانسانية الخطيرة ومن جانبي اشهد وزير الخارجية البولندي بما تقوم به قاهرة من جهود حثيثة على كافة المستويات ومع مختلف الاطراف الفاعلة لحل حالة الازمة الراهنة التي يشهدها قطاع غزة اكد المجلس الاوروبي التزامه بالعمل مع شركائه على التوصل الى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الى قطاع غزة وشدد المجلس في بيانه الختمية لاجتماعاته التي عقدت على مدى يومين في بروكسل شدد على التزام الاتحاد الاوروبي التام بالمساهمة في وقف التصعيد بمنطقة الشرق الاوسط وتحقيق الامن فيها مشددا على التزام الاتحاد الاوروبي الراسخ بتحقيق السلام الدائم والمستدام على اساس حل الدولتين اجل مجلس الامن الدولي جلسة التصويت على مشروع القرار الجزائري بشأن العضوية الفلسطينية الكاملة في الأمم المتحدة إلى غد الجمعة وكان المجلس قد قرر عقد الجلسة بعدما طلبت السلطة الفلسطينية من المجلس النظر مجددا في الطلب الذي قدمته عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتحصل أي دولة على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ثلاثي جمعية العامة على الأقل وسيمثل الحصول على العضوية اعترافا كاملا بالدولة الفلسطينية قال رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إن المحادثات بين حركة حماس وإسرائيل تمر بمرحلة حساسة وتشهد بعض التعثرات يأتي ذلك فيما أشارت حماس إلى تراجع مستمر من الولايات المتحدة بشأن طروحاتها التفاوضية بما يشكل انحيازا لإسرائيل جهود مستمرة من الوسطاء الدوليين للتوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل يقضي بوقف لإطلاق النار في القطاع والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين الجهود الدولية في العملية التفاوضية الهدفة لتجاوز العراقيل والاشتراطات المعقدة والوصول لاتفاق منشود تصطدم بحالة من الجمود عكستها تصريحات من رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني والذي قال إن المحادثات تمر بمرحلة حساسة وتشهد بعض التعثرات مضيفا أن هناك محاولات لتذليل تلك العقبات قدر الإمكان محاولات تمر في مرحلة حساسة وأيضا ضروف المنطقة تمر في مرحلة حساسة دولة قطر موقفها واضح من ببداية هذه الأحداث في 7 أكتوبر نحن ندين بشكل واضح استهداف وقتل المدنيين مهما كانت خلفياتهم ولكن أيضا لا يصحل الاستمرار في سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها إسطائيل تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والتصعيد المستمر في الطفرة الغربية على صعيد آخر قالت مصادر قيادية في حماس إن المحادثات حول وقف لإطلاق النار لم تصل إلى مرحلة الانهيار لكنها شبه معلقة بسبب الفقوات والتطورات الأخيرة مضيفة أن التراجع الأمريكي المستمر في طروحاته يشكل انحيازا لإسرائيل وهو ما أدى إلى أزمة في المفاوضات وأشارت المصادر القيادية في حماس لتقديمها رؤية للصفقة تستند لورقة الوسطى بمن فيهم واشنطن بناء على ورقة باريس الثانية مؤكدة تبني واشنطن موقف الإسرائيلية كاملا بعد رفض إسرائيل لورقة حماس ووسط حالة التشكك المتزايدة من قبل طرفي التفاوض يأمل العالم في سرعة التوصل إلى اتفاق يحقن دماء المدنيين ويؤسسون مرحلة جديدة من المباحثات السياسية وفق المرجعيات المعتمدة تفضيل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية موسيقى موسيقى غزة تطمرت تبدلش حاجة موسيقى أكدت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت سبع مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت عن 71 شهيدا ومائة وستة مصابين وأعلنت السلطات الصحية بغزة ارتفاع عدد ضحايا العضوان إلى 33 ألف وتسعمائة وسبعين شهيدا وستة وسبعين ألف وسبعمائة وسبعين مصابا منذ السبع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات وأن تواقم الإسعاد والتفاع المدني لا تستطيع الوصول إلى هنا وصلت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصف المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية لمدينة غزة في اليوم الـ 95 بعد المئة من العدوان المتواصل على غزة وأفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا مكثفا على مناطق الشيخ عجلين وتل الهوى والزيتون ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين هذا ووصل طيران الاحتلال الحربي قصف منازل في تل الهوى ومخيم الشاطئ بمدينة غزة أفادت بلدية النصيرات بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو 25 ألف متر مربع من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وخمسة ميادين وتقاطعات رئيسية وذكرت البلدية في بيان أن الاحتلال دمر 12 بئر مياه ونحو 4000 متر طولي من شبكة المياه وخمسة عشر من محابس المياه ومحططي تحليل مياه كما تم تدمير عشر مولدات الكهرباء تعمل على تشغيل المولدات لضخ المياه وستة من أنظمة الطاقة الشمسية التي تخدم مرافق البلدية وأشارت إلى تراكم نحو 20 ألف طن من النفايات في الشوارع وحول مراكز الإواء بسبب نفاذ الوقود وتدمير عدد من أليات البلدية ومنع وصول توقم البلدية إلى عدد من المناطق في النصيرات بات أطفال الصف الخامس بمدرسة فلسطينية يشاهدون مشهد مؤلما يتكرر يوميا داخل فصلهم المدمر وساحات مدرستهم المناكة وتعكس عيونهم البراء المفقودة والقلوب المثقلة بأعباء الحرب وينضم إلى حديثهم معلمهم والقيان الضوء على التحديات التي تواجه المدارس في توفير بيئة تعليمية مناسبة كنا ندرس فينا دول المدارس وكنا نلعب في الساحة ونزلونا اللعب بالقوار وكنا نطلع فورسا نطلع على الصوف اللفلة يجي علينا المدير اللفلة على الصوف يوزع علينا الكتب أنا من الأوائل كنا 98 أجيب 100 كوصفنا شوف كيف يتدمر يا الله كيف ينحرك شوف يتدمر كيف يشوف غرفة المدير كان يجيب لنا هالكتب وهالحلوات كان يوزع علينا كل حاجة وكان يوزع علينا ألعاب هناك تدمير على مستوى المقاعد الدراسية تدمير على مستوى المرافق الدراسية كذلك تدمير على مستوى الحياة التعليمية هناك تدمير الجامعات وهناك تقريبا دمرت جامعات قطاع غزة ومدارس قطاع غزة تقريبا وكذلك رياض الأطفال هناك تدمير شامل كل لقطاع غزة والقطاع التعليمي في قطاع غزة أهلا بكم مجددا ونستكمل مع حضراتكم نشرة أخبار السادسة ومازلنا نتابع تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وآخر المستجدات على صعيد جهودي وقف إطلاق النار بالقطاع نشرت هيئة الأمور تقريرا عن استشهاد أكثر من عشرة ألاف امرأة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة ووفقا لتقرير الأمم المتحدة فأن حصيلة شهيدات الفلسطينيات تضم أكثر من ستة ألاف أم تركت خلفها أكثر من تسعة عشر ألف يتيم في القطاع على مدار نحو مائتي يوم هي عمر الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة وأدى إلى استشهاد أكثر من أربعة وثلاسين ألف فلسطيني ووفقا لتقرير نشرتهم منظمة الأمم المتحدة للمرأة أعلنت فيه استشهاد أكثر من عشرة ألاف امرأة في قطاع غزة منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي هيئة الأمم المتحدة أكدت أن هناك أكثر من ستة آلاف أم فقدت حياتها من بين أولئك الذين فقدوا حياتهم وخلفت وفاتهن حوالي تسعة عشر ألف طفل يتيم التقرير حذر من أن النساء اللائن جين من وابل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية يواجهن الآن النزوح والترمل والجوع وغيرها من الصعوبات معربا عن قلق بالغ من أن أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية في القطاع يواجهن جوعا كارسيا يكاد يكون من المستحيل معه الحصول على الغذاء ومياه الشرب الآمنة أو المياه الجارية السلام والسلام وحده هو السبيل لإنهاء هذه المعاناة حتى وإن انتهت سيبقى أصارها لأجيال هذا ما أكدته الأمم المتحدة حاسة على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2-7-2-8 الداعي لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق صراح المحتجزين وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرا سلطت فيه الضوء على مخطط جديد لوزارة الأمن القومي الإسرائيلية تسعى من خلاله إلى تغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى للتضييق على الفلسطينيين وبحسب التقرير فإن المخطط الإسرائيلي يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير فصل جديد من المخططات الإسرائيلية لتغيير الوضع الراهن بالمسجد الأقصى وإيجاد واقع جديد من بين فصوله التضييق على الفلسطينيين خصوصا سكان مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة الراغبين في الدخول لباحات المسجد الأقصى في مقابل السماح للإسرائيليين بالدخول وسائل إعلام إسرائيلية نشرت تقريراً سلطت فيه الضوء على تفاصيل مخطط وزارة الأمن القومي الإسرائيلية والذي يشمل تركيب وسائل تكنولوجية في الحرم القدسي لمساعدة شرطة الاحتلال على السيطرة على الأوضاع بشكل كبير محاولات متجددة من قبل السلطات لتركيب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد الأقصى قوبلت في السابق برفض ومعارضة شديدة أدت إلى احتجاجات عنيفة مخاططات يتبنىها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غافير لتهويد المسجد الأقصى ونزع الهوية الإسلامية والمسيحية التاريخية من مدينة القدس المحتلة وفرض الطابع اليهودي خطة العمل الجديدة للوزير اليميني تستهدف تعزيز قبضة الاحتلال في الحرم القدسي ومنح الإسرائيليين الحق في اقتحام باحات المسجد الأقصى في مقابل التضييق على غيرهم أهداف جديدة لإسرائيل تأتي بعد الأزمة الكبيرة حول وضع البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة التابعة للشرطة على أبواب الحرم في عام 2017 والتي أصارت احتجاجات عنيفة بين أهالي القدس المحتلة وشرطة الاحتلال الإسرائيلي الأعضاء اليمينيون داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية يسعون لفرض إجراءات جديدة وواقع دائم داخل مدينة القدس المحتلة وفي الحرم القدسي استغلالاً لانشغال العالم بما يحدث في قطاع غزة من عدوان غاشم تجاوز الشهره السادس فضلاً عن موقف رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو الذي لا يرغب في انهيار التحالف الوزاري القائم قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن عدم تسهيل وصول مساعدة إنسانية كافية لقطاع غزة يعني حكماً بالإعدام على الفلسطينيين في القطاع وأوضح بوريل أن هناك حاجة إلى وكالة الأنروا أكثر من أي وقت مضى مشيراً إلى أن دور الوكالة لا يمكن الاستغناء عنها آرب وزير الخارجية الصيني وانجي عن أمله في أن تستمع الولايات المتحدة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعدوان على غزة داعياً إلى ممارسة ضبط النفس في قطاع غزة وعقب محادثات مع نظيرة الإندونيسية ريتنو مارسودي في جاكرتا أكد وزير الخارجية الصيني أن بلاده تتوقع من الأمم المتحدة أن تطلعوا بدورها في قطاع غزة مشهدداً على أنه لا توجد استثناءات في الأمم المتحدة فيما تعلق بالامتثال للقانون الدولي بما في ذلك قواعد مجلس الأمن معتبراً أن الولايات المتحدة ليس لديها امتيازات خاصة على حد تعبيره شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة وفي هذا الإطار تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح منذ بدء العدوان على غزة وعدم إغلاقه من الجانب المصري المزيد حول جهود مصر لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يستعرضه لنا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري إليك كريم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ما زلنا في متابعة مستمرة لإدخال الشاحنات الإغاثية عبر بوابة معبر رفح المصرية ومعبر كرم أبو سالم بالطبع هذه الشاحنات لا تقتصر فقط على المواد الغذائية ومستلزمات الطبية ولكن أيضا هذه الشاحنات من خلفها هي شاحنات المواد البترولية وهي شاحنات الغاز والسولار هذه من أهم الشاحنات التي يحتاجها الآن قطاع غزة بالطبع تدخل لتشغيل الأماكن الحيوية في القطاع نتحدث عن المتشفيات نتحدث عن محطات الكهرباء نتحدث عن عدد كبير من الأماكن التي تحتاج لهذه المواد البترولية ولكن ربما لا يقتصر الأمر فقط على هذه الشاحنات فالتحالف الوطني قد أرسل بالفعل يعني القافلة السادسة والتي وصلت إلى بوابة معبر رفح المصرية محملة أيضا بأطنان من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والمواد الإعاشية من الخيام وغيرها التي يحتاجها الأشقاء في قطاع غزة رصدنا أيضا دخول عدد كبير من سيارات الإسعاف لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية معبر رفح لم يغلق أبوابه منذ اليوم الأول لبدء هذه الحرب على الأشقاء في قطاع غزة هذه الشاحنات لم تتوقف ومطار العريش الدولي أيضا لم يتوقف عن استقبال هذه المساعدات التي تأتي عبر هذه الشاحنات من خلفي وتدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية قوات الاحتلال تعرقل دائما دخول هذه الشاحنات ولكن دائما الجهود المصرية تسعى لإدخال عدد أكبر من الشاحنات بحد أدنى 300 شاحنة يوميا وفي بعض الأحيان وصلت ل400 شاحنة يوميا وتتراوح بالطبع الأعداد ولكن التصميم المصري من الناحية المصرية لدخول هذه الشاحنات لا يتوقف إما لمواد البترولية أو حتى المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وبرغم أن جميع المؤسسات والمنظمات الدولية وجهت لقوات الاحتلال بتيسير دخول هذه المساعدات إلا أنها دائما تأرقل دخول هذه المساعدات وتتعامل دائما الدولة المصرية من الناحية الأخرى للتأكيد على أهمية تيسير ودخول للمساعدات وبالفعل تفعل ذلك عن طريق دخول هذه المساعدات أو حتى إسقاطها جويا وهذه كانت الصورة من أمام بوابة معبر رفح المصرية والآن أعود أليكم للسديم السادسة مستمرة وتتابعون فيها إسرائيل تتوعد بالرد على الهجوم الإيراني والاتحاد الأوروبي يقرر تجديد العقوبات على طهران أفدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بمقتل شخصين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفركلة جنوبي لبنان وأوضحت وكالة الإعلام اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي استهدف عدد من البلدات في جنوبي لبنان بالغارات والقضاء في المدفعية التقيلة والكسفورية وإلى ذلك أفاتت هيئة البكة الإسرائيلية بارتفاع عدد الإصابات جراء قصف حزب الله على منطقة عرب العرمشة في أجليل الغربي إلى 19 إصابة دعا الممثل الأعلى لشؤون الخارجية والسياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل إلى ضبط النفس فيما يتعلق بالرد على الهجمات الإيرانية الأخيرة جاء ذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع بإيطاليا يجب أن نطلب من إسرائيل ضبط النفس تجاه هجمات إيران فنحن لا يمكننا التصعيد لا يمكننا المضي خطوة بخطوة تجاه حرب إقليمية فلا أريد أن أبالغ ولكننا على حفة حرب بالفعل أفادت وسائل الأعلام إسرائيلية أن حكومة إسرائيل خططت لتوجيه دربات انتقامية ضد طهران ردا على القصف الإيراني لأراضيها السبت الماضي ويتي ذلك فيما أنه من المقرر أن يعقد مجلس الحرب في إسرائيل ويعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية الرد على الهجوم الإيراني إسرائيل تريد السأر بعد الهجوم الذي شنته إيران بطائرات مسيرات وصواريخ ردا على استهداف مجمع سفارتها في العاصمة السورية دمشق ووسط ضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية من أجل الرد بشكل لا يرفع من منسوب التوتر في المنطقة تتهيأ إسرائيل لشن هجوم وشيك ضد إيران سواء داخل أراضيها أو ضد وكلائها في المنطقة وبحسب صحيفة والستريت فقد بدأت إيران في تجهيز قواتها الجوية والبحرية استعدادا لهذا الهجوم المحتمل الصحيفة نقلت أيضا عن مسؤولين ومستشارين إيرانيين قولهم إن طهران بدأت في إجلاء موظفيها من مواقع عدة في سوريا خشية الانتقام الإسرائيلي حزب الله اللبناني من جهته كسف من هجماته ضد إسرائيل خلال اليومين الأخيرين واستهدف بالصواريخ الموجهة والمسيرات مواقع إسرائيلية أدت إلى وقوع إصابات عديدة وفي سياق التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى منع إسرائيل من الرد على الهجوم الإيراني قرر قادة الاتحاد الأوروبي تجديد العقوبات على إيران بعد هجومها الأخير على إسرائيل وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ختام قيمة في بروكسيل شارك فيها قادة الدول السابع والعشرين الأعضاء في التكتل أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تندق طائرات مسيرة وصواريخ أجرينا نقاشا جيدا نشعر أنه من المهم للغاية بذل كل ما في وسعنا لعزل إيران العقوبات الجديدة التي سيجري فرضها على إيران ستستهدف شركات المشاركة في إنتاج المسيرات والسواريخ وفي بيانهم الصادر في ختام القمة دعا قادة الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس مع الابتعاد عن أي عمل من شأنه أن يزيد التوترات في المنطقة في الأثناء تعهدت واشنطن بفرض مزيد من العقوبات التي تستهدف برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والحرس السورية ووزارة الدفاع وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الإجراءات الجديدة ستواصل الضغط المستمر لاحتواء وإضعاف قدرة إيران العسكرية وفعليتها والتصدي لمجمل سلوكياتها أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا فرض عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للمسيرات وذلك ردا على هجومها ضد إسرائيل في نهاية الأسبوع وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن تستهدف 16 شخصا وكيانين يعملون على إنتاج طائرات إيرانية بدون طيار منها طائرات شاهد التي تم استخدامها خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل في الثالث عشر من أبريل الجاري ذكرت وكالة ستاندرد أند فورس أن العمل العسكري الإيراني ضد إسرائيل يزيد التصعيد الحاد للصراع بالشرق الأوسط وأضافت وكالة ستاندرد أند فورس أن العمل العسكري الإيراني ضد إسرائيل يزيد المخاطر التي قد تنتج عن التوتر الجيوسياسي على أوضاع الاقتمان العالمية مشيرة إلى أن التساع الصراع يزيد بشدة المخاطر المتعلقة بتصنيفات دول المنطقة افتتح وزير الخارجيات الإيطالية أنطونيو تاياني أعمال اجتماع وزراء خارجيات دول مجموعة السبع في مدينة كابريل إيطالية ونقشت الجلسة الصباحية للاقتماع الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط والعقوبات المحتمل فرضها على إيران بعد هجومها على إسرائيل هذا ومن المقرر أن تبحث الجلسة المسائية تعزيز علاقات المجموعة مع القارة الأفريقية وآخر تطورات الأزمة الأوكرانية وصفت روسيا مشروع حزمة المساعدات الأمريكية المحتملة لأوكرانيا بأنه إثارة للحرب واعتبر المتحدث باسم رئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن واشنطن في ظل الخلافات السياسية الداخلية تبحث عن طرق مختلفة لمواصلة مساعدة أوكرانيا وهو ما يمثل حافزا لكييف للقيام بمزيد من الأعمال العدائية على حد وصفه مشيرا إلى أن هذه المساعدات تضمن أرباحا للولايات المتحدة حث رئيس الوزراء الأوكراني دينس شمهال الكونجرس الأمريكي على تمرير مشروع قانون المساعدات الخارجية المتعثر منذ فترة طويلة محذرا من إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا خسرت بلاده صراعها مع روسيا وأعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن تفاؤله الحذر بموافقة المشرعين الأمريكيين خلال الجلسة والمقرر انعقادها بعد غد السبت على حزمة المساعدات لكييف والتي تقدر بحوالي 61 مليار دولار هذا وأكد شمهال على حاجة أوكرانيا المسى لهذه الحزمة من المساعدات مشددا على أن الوضع على الجبهة صعب للغاية انتهت اللجان الأربعة دائمة تابعة للبرلمان العربي من اجتماعاتها حيث نقشت لجنة أشؤون التشعي وقانونية تأثير تغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار التحضير للجلسة العامة للبرلمان العربي المقرر السبت بمقر جامعة الدول العربية انتهت اللجان الأربعة دائمة من اجتماعاتها حيث ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تأثير التغيرات المناخية على حقوق الإنسان وإدماج الحقوق مع السياسات البيئية بالإضافة لإعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة الهجرة غير الشرعية كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية قضايا الشباب والعمل التطوعية ومشروع استرشادي لدعم العمل التطوعي في الوطن العربي بالإضافة لقضايا أخرى متعلقة بالمرأة طبعا ناقشنا عدد من البنود وهناك كان سبعة بنود أهم هذه البنود أخي العزيز هي الرؤية البرلمانية لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان في العالم العربي وإدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات البيئية موضوع كبير قد نلاحظ في السنوات الأخيرة أن هناك في الوطن العربي تغير المناخ وزادت درجات الحرارة وارتفعت في بعض المناطق والمنخفضات الجوية والأعاصير أصبحت في طريقها الوطن العربي وأصبحت يتأثر بها المواطن العربي تأثر أبالغ اللجنة درست هذا الموضوع وهناك من الدراسات الكثيرة في هذا الموضوع وإن شاء الله سيكون هناك رؤية عربية ستعرض قريبا للحد من تأثير الانبعاثات الحرارية وإن شاء الله تكون بيئة نظيفة بإذن الله لجنة الشؤون الخارجية بحثت سبل تعزيز الأمن القومي والاستقرار في العالم العربي بالإضافة لإعداد مذكرة بشأن مواجهة سفر الإرهابيين وتحريم نقلهم وتنقلهم بين الدول العربية وعلى الصعيد الاقتصادي ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية المنظومة الرقمية والتشريعات الخاصة بها وأطر التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والوصول لتشريعات خاصة بالرقمنة بدأتنا على رؤية عربية حول الاستقرار في الوطن العربي وهذه الرؤية عرضنا اليوم لهيك التاحة والتفقت عليها اللجنة كذلك ثم الحديث على رؤية عربية بالنسبة لتنقل والإرهابيين بين الدول العربية وهذا موضوع مهم وخطير جدا كانت اللجنة صادقة على إنشاء هذه اللجنة سابقا وهي لجنة مشتركة طبعا وقمنا بها الآن باستعانة بخبراء تقدمنا هناك خبيران خبيرة مصرية وخبير جزائري تم الاتفاق عليهما طبعا هم الآن بيصدد لقيام بهذه الرؤية طبعا بتحت إشارة الجنشون الخارجي والسياسي والأمن القومي اليوم إحنا إن شاء الله تواجدنا في لجنة الاقتصادية والمالية بالبرنامج العربي من منقشة عدة موضوعات تخصصية كان على رأسها إن اللقاء تم فيديو كونفرنس مع مجلس الوحدة الاقتصادية الرقمية الحقيقة كان منقشة حول أطر التعاون وتنشيط الاقتصاد الرقمي ما بين الدول العربية من خلال هذا المجلس اللي بيمزل مجود كبير جدا على رعاية المصالح الاقتصادية ما بين الدول في إطار المنظومة الرقمية أعتقد أن كافة الدول العربية ملتزمة بالتشريعات الخاصة بالرقمنة هناك مشروع قانون استرشادي تم إقراره سابقا وهو تمكين المرأة إن كانت تمكين البرلماني أو الاقتصادي وتمت مناقشة إمكانية إطلاق هذا القانون أو هذه الوسيقى الاسترشادية في أي دولة عربية ترغب بهذا الموضوع هذه أهم العناوين التي تمت مناقشتها اليوم جهود متواصلة للبرلمان العربي من خلال لجانه المختلفة للخروج بتوصيات تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة في إطار منظومة متكاملة لحل قضايا الشأن العربي محمود جميل التلفزيون المصري نظمت مديريات الصحة بدميات قافلة طبية شاملة في قرية أبو سعادة الكبرى تابعة لمركز كفر سعد وذلك ضمن الجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشهدت القافلة توقيع الكشف الطبية على المواطنين من خلال إحدى عشرة عيادة تخصصية وصيدلية لصرف العلاج بالمجال مع تحويل الحالات الحرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية الكفر الطبية جابت هنا 11 أيادات تخصصية بتغطي الكفرية وبتغطي الكفر التابعة لها عبارة عن 10 أيادات تخصصية زائد أيادة تنظيم القصة الكشف والعلاج والتحليل الطبية والأشعة بتتم في الكفرية بالمجان تماما أنا ما أعمل تحليل طبية في أكثر من 40 تحليل بيقدمهم للمرضى هنا معانا جهاز أشعة X-ray للكشف على الزام والصدر الكافلة بتشمل خدمات التسكيف الصحي المصاحبة للكافلة ليه بتعرف المواطنين وبتعرف المرضى المتفضدين على الكافلة بالأمراض السرية وكيفية التعامل معها وكيفية الوقاية من الأمراض أنا جيت كشفت النهاردة أسنان وخدت علاج والكافلة فيها كل حاجة بالمجان وفيه أشعة وفيه تحليل وكل حاجة كويسة وبالمجان نشكر القائمين على الكافلة الطبية والحمد لله يعني هم دايما باستمرار بقول القرية بتاع بسعادة الكبيرة نحن أعطعنا تذاكر وكشفت على أولادي وما فيش هنا أخذ فلوس والكافلة كويسة وفيه اهتمام سمعت عن الكافلة الطبية أجيت أنا أولادي أعطعت التذاكر كله ببلاش اختتمت فعليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني ايديو تيك التكنولوجي بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ ويهدف المعرض لتعزيز سبل التعاون المستمر لاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمؤكبة التطورات العالمية بشعار اصنع مستقبلك اختتمت فعليات النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي ايديو تيك بالمشاركة مع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ابدأ عرفنا ولادنا واولياء امورهم اللي مهتمين بيفكهوا في التعليم الفني ان لا مش لازم تروح الجامعة لكن تقدر تشوف انت بتحب ايه والحاجة اللي انت عندك المهارة بتاعتها تقدر تتعلمها وتنمو وتحقق مستقبل باهر ان شاء الله نقطة تانية هي طيب افد انت بقى دخلت تعليم فني لكن عاوز تكمل برضو في التعليم الجامعي طيب احنا الوقت بنقول تعليم في مدائس فنية تطبيقية في مسارات تعليم فني مختلفة في مصر التعليم الفني المزدوج في شركات دولية مع العالم زي ما حداك شايف كل بلاد العالم تقريبا موجودة والشركات الدوليين موجودين معانا احنا ابدأ وجودها في هذا المعرض الملتقى بنسخته الثالثة احنا المعرض ده بيتنفس تحت رعاية ابدأ وده اندل على شيء يدل على مدى ايمان ابدأ واهتمامها بالعنصر البشري واهميته في تطوير الصناعة العنصر البشري اعتبر هو الركيزة الاسية اللي احنا نقدر نبني عليها نظام صناعي ومنسمى نظام اقتصادي قوي في مصر ان شاء الله في اطار جهود مبادرة ابدأ يأتي المعرض والمنتدى لتعزيز صبل التعاون المستمر للاستثمار في العنصر البشري وتطوير مؤسسات التعليم الفني والتدريب لمواكبة التطورات العالمية ان الوزارة العمل اطلقت مشروع مهنة عشرين تلاتين وهو خاص بتطوير منظومة التدريب المهنة على مستوى الدولة بكل عناصرها قياس المهارة العقائبة التدريبية المدرب المتدرب مراكز التدريب الأدوات الجدارات بتاعت المهنة تصنيف المهن كل ده بالكامل اشتغلنا فيه بمنظومة الكترونية بتشمل كل الكلام ده بحيث ان التعامل مع ترخيص براكز التدريبية تيمي الكتروني البرتفايلو بتاع المتدرب موجود الكتروني الاعمال بتاعت المتدربين وقاس مهارتهم كلها برضو موجودة الكتروني وكان الهدف من ده ان احنا نعمل اعادة احياء البراند العامل المصري احنا نعتبر الجسر ما بين المجتمع الاكاديمي متمثل فيه مدارس التعليم الفني والجامعات التكنولوجية وفي نفس الوقت مجتمع اصطناعة او مجتمع رجال الاعمال احنا دايما بنبقى الجسر ما بين المجتمع الصناعي والمجتمع الاكاديمي على مدار ال 14 السنة اللي فاتوا ادرنا ان احنا نصدر ل 22 دولة علشان احنا بنركز جدا جدا لرفع الصادرات ادرنا نعمل صناعة وطنية بتنافس الصناعة الاجنبية ادرنا ندرب طلبة كتير جدا 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 مركزين جدا الفترة اللي جاية على التخصصات الجديدة اللي عليها الترند زي الطاقة الجديدة والمتجددة زي الاوتوترونيكس زي الزكاء الاصطناعي نعم اهم ما يميز المؤتمر ان هو توجه ناحية التعليم التكنولوجي فعلا وده كلاما كله للناس المتخصصة ويعنيه تعليم التكنولوجي ويعنيه خلق الفني انا عايزين فني فني متخصص في كل حاجة من انواع الصناعة المختلفة ناقصنا حاجاتك دي جدا ناقصنا ناصر المجتمعية لخارج التعليم الفني ناقصنا الباثويز اللي تتفتح لخارج التعليم الفني انه زي يكمل في جامعات تكنولوجية وجامعات حكومية ناقصنا احدياجات سوق العمل بالتعليم الفني فلاسي يحصل ربط بين الصناعة وبين التعليم الفني عشان يخرج منتج بتهافت عليه الصناعة فكل دي موضوعات حيوية جدا بتنعيش سوق العمل خلال المؤتمر ده المنتدى يتضمن العديد من الجلسات والورش النقاشية بمشاركة اكثر من مئتي خبير ومتخصص من خباراء التعليم الفني والتدريب بمختلف دول العالم ولان نتحول الى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة اخبار المال والاعمال والجلوة الاقتصادية وشروق عماد اليتشور شكرا لكم يا صحر ويوسف اهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة انطلق موسم حصاب محصول القمح بمزارع الشرق وجنوب بورسعيد لتبدأ ايضا عملية التوريد للصوامع والشوى بالمحافظات المختلفة والتي تم تخصيصها الاستقبال وتغزين القمح وتوريد اكبر قدر ممكن من محصول القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي وشهدت محافظة بورسعيد خلال هذا العام زراعة 13161 فدانا بين اراضي الجنوب والشرق في منطقة سهل الطينة حيث زادت المساحة المنزرعة بالمحافظة عن العامين الماضيين بنحو 3000 فدان نحن بدأنا المسم القمح المحلي بنستلم الدرجات بتاعة القمح عندنا تلات درجات للتقريض في 23.5 وفي 23 وفي 22.5 بنحب الدرجة النظافة بتاعة الاكماح المحلية لمسم 2024 ان احنا العربية اول ما بتيجي بنسحب عينات وبنراعي ان احنا نكون يعني السرعة في عملية الفرز العربية عشان نحدد درجتها بالتالي بعد كده بنشوف ان لازم يكون العينة خالية من الاتربة ومن الشوايب ومن الاصابات الحشرية بنحدد درجتها لو هي كويسة تمام بتاخد درجتها اللي هي 23.5 لو هي فيها مثلا اقل من كده بتاخد درجتها اللي هي 23.5 لو اقل من كده بتاخد الاثنين وعشرين ونصف درجة المحددة ليها طبعا كل درجة ليها سعر محدد سحن منزرعة هذا العام اه حوالي تلتاشر الف فدان بزيادة حوالي تلت تلف فدان عن الموسم الماضي والمستهدف هذا العام من ستاشر لتسعتاشر الف طن اه بزيادة عن الموسم الماضي ايضا والحمد الله احنا الموسم اللي فات تعدينا المية واحد في المية والسنة دي ان شاء الله هتتعدى النسبة اكبر من ذلك احنا وردنا من خلال يومين اه في الشونة حوالي تلتمية وتلاتين طن وده اه يعني شيء مبشر بالخير ان شاء الله تبعنا الموسم الزراعي وموسم ناجح ان شاء الله وفيه انتاجية عالية اه بالاضافة ان احنا عندنا اه التلتاشر الف مية وستين فدان منهم حوالي خمس تلاف سبعمية سبعة واربعين فدان في شرق القناة وحوالي سبعة تلاف ربعمية واربعتاشر فدان في جنوب بورسعيد اه طبعا الشرق القناة بيوردهم فيه سومعة الانطارة الشرق اه عشان طبعا المعديات وعشان الانفاء وكلام ده اه اما بالنسبة لجنوب بورسعيد فبيوردوا فيه شونة مطاحن شرق الدلتة اه اللي موجودة داخل محافظة بورسعيد احنا بنجهز المواقع التسويقية بتاعتي التخزينية اللي انا بخزن فيها الامح بتاعي للحفاظ على المغزون الاستراتيجي بتاع اه جمهورة مصر العربية او بتاع محافظة بورسعيد بالاخص محافظة بورسعيد بنحافظ عليه من اه من التلف بالتجهيزات اللازمة من التبخير وعدات والمواد التبخير بتاعتنا وانجهزها بحيس ان انا افضل محافظة على اه كمية الامح اللي تم تخزينها من بداية الموسم من نهاية الموسم لحين البدل في لجنة البرامج لتوزيع الامح على اه الصوامع لاجراء عمليات الطحن. دايما وابدا بنكون في قمة السعادة واحنا بنورد المحاصيل بتاعاتنا هنا الاستراتيجية سواء حتى اه امح او غير الامح لان بدأنا دلوقتي ان يكون في مضارب في بورسعيد والحمد لله بدأنا برضو التوريد ليها بدأ يكون في عندنا اكتفاء ذاتي من الرز كزراعة واكتفاء ذاتي من الرز كسلعة سنوية بعد تأشيره الحمد لله بدأنا يكون عندنا كل الخدمات اللي المتاحة اللي هي اه 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 تأشير الرز كل الاماكن ديها تعادلت موجودة لوقت بورسعيد ومتاحة معنا بورسعيد دلوقتي. في اسواق البترول العالمية تراجعت اسعار النفط الى ادنى مستوى في ثلاثة اسابيع لتواصل خسائرها فيما اتحاول تركيز المستثمرين الى التوقعات بتراجع الطلب. وهبطت العقود الاجلة لخام برينت بنسبة سبع من عشر بالمائة الى ستة وثمانين وتسعة وستين من مئة دولار للبرميل. فيما هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي بنسبة ستة من عشر بالمائة الى ثنين وثمانين وستة عشر من مئة دولار للبرميل. وكلاهما متراجع للجلسة الرابعة على التوالي. وتراجعت كذلك اسعار المزل التعالميا بنسبة واحد واثنين وعشرين من مئة بالمئة. للتصل الى ثنين واربعة وخمسين من مئة دولار للتر. كما اتفعت اسعار الغاز الطبيعي بنسبة اثنين وثلاثة وستين من مئة بالمئة. لتسجل واحدا وخمسة وسبعين من مئة دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. اكد نائب رئيس البنك الدولي اوسمن ديون لاستعداد لمواصلة دعم تونس. في مصاريها الاصلاحية والتنموي معربا عن حرص البنك على تعزيز التعاون المشترك. جاء ذلك خلال لقائه بوزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية في ريال الورغي. حيث بحث الجانبان سبول التعاون المشترك. وذلك على هامش اليوم الثاني لمشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن. انتهت جولتنا الاقتصادية وعودة من جديد الى كماسة حروي وسفار. شكرا لك شروق عمد. وصلنا الى نهاية النشرة وبقي التذكير بالعناوين. مدبولي يؤكد ان اي تجاوز في بيع السلع سيقابل بحسم ويهيب بالمواطنين الابلاغ عن اي زيادة في الاسعار تتخطى الاسعار المعلنة. المجلس الاوروبي يؤكد التزامه بالعمل لوقف اطلاق النار في غزة وجهود الوسطاء تتوالى من اجل التوصل لاتفاق بين حماسة واسرائيل. مع تواصل العدوان على الغزة الامم المتحدة تطلق نداء عاجلا لتمويل الوكالات الاممية لاغاثة الفلسطينيين بقيمة تقترب من ثلاثة مليار دولار. والى هنا وصلنا اياكم الى نهاية نشرة السادس. شكرا طيب المتابعة والى اللقاء. اشتركوا في القناة